موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة بإذن الله بنتكلم عن الفيتو هرمونز او الهرمونات النباتية المهم يعني ايه هرمون نباتي الهرمونات يا جماعة بنعرف على ان هي عبارة عن مركبات بينتجها النبات بكميات ضئيلة جدا بكميات ضئيلة جدا في القمة المرستمية اه ان كان بتاعة الجزور او بتاعة الشو التب او القمة النمية تمام بيوجد عندنا جماعة خمس مجموعات من الهرمونات تمام اه الخمس مجموعات دول منهم تلات مجموعات بنعتبرهم هرمونات منشطة للنبات بتعمل استوموليشن او تحفيز اه وفيه منهم بتعمل لي او فيهم اتنين مجموعتين بيعملولي تصبيط للنبات طيب اه بالنسبة لنا احنا كاستعمال يعني بنستخدم التلاتة اللي هم بتوع التنشيط وبنستخدم برضو الاتنين بتوع التصبيط اه بالنسبة للأكسينات والسيتوكينين اه وي الجبريلك اسد دول التلاتة بيعتبروا منشطين او محفزين للنمو بتاع النبات تمام وعندي الايثيلين اه وي هرموني الابسيسيك اسد ماشي دول الاتنين بنعتبرهم مصبطين للنمو بتاع النبات طيب اه السايد يا جماعة ان اه معظم البشر كلما رأى اه فكه او خدر بالحجم غير معتاد عليه اه على طول اه الاتهام الموجه للمهندس الزراعي متهر من او المزارع متهر من طيب اه لما بيشوف اه طعم الاثمار مش مستساغ ليه او مش اه بالوضع بتاع زمان فبيقولك اه بس ده هما مهر منينه اه لما اه بتحصل اي مشكلة اه يكش بس بطنه تجوع وكده عرض يعني يقولك بس ده من الخوخ اللي انا اكلتها او البطيخة اللي انا اكلتها او اللي كده ففي الاولة جماعة اولا فيه بس شوية نصايح للمستخدم للهرمونات وفيه برضو شوية نصايح للمستهلك للخضروات او الفواجه اه الهرمونات قلنا بالنسبة للمزارع انت بترش هرمون ليه السؤال انت بترش هرمون ليه انت عندك ثلاث هرمونات منشطين الاكسينات وطبعا الاكسينات دي بتعمل اه بتتركز فيه القمم النامية زي ما قلنا ليه النبات في الشوتيب وبتتركز فيه القمم النامية بتاعة الجزور تمام اه بتعمل الاكسينات وظيفتها انها بتعمل على استطالة الخلايا ماشي ويه بتزود او عملية السيادة القمية في البرعم الطرفي على حساب اللي هو البراعم الابطية تمام اه بتشجع عملية الجزور العرضية تمام ويه بتشجع على نمو الجزور العرضية زي ما قلنا لو بصيت فيه القصب الجزور العرضية مثلا او فضورة بتلاقي عمل شبكة جزرية فوق كده هي ديت الجزور العرضية وكمان يا جماعة اه بتحسن اه من اه عملية النمو بتاع النبات فومه جمله تمام دي الاكسينات تمام بالنسبة لي السيتوكينين او السيتوكينينات اه دي مجموعة ايا كان المركب اللي بتدخل فيه ديا يا جماعة مجموعة اه بتنظم عملية انقسام الخلايا اه سواء كانت الخلايا اه بتاعة الساق او الاوراق او الجزور تمام اه دي وظفتها اه طي الجبريلينات يا جماعة بتعمل برضو لو عندي نبات متقزن بالفلاحي خالص وعايزه ينهط شوية كده فبقوم اجيب اه ارس بتاع جبريليك اسد وادوبه فيه ملتر امية بمعدل عشرة بي بي ام اه جزء في المليون وابدأ ارش النبات دهوت فبقصة ايه ابتده هيتحسن اه في الاداء اه بتاعه تمام وبتعمل استطالة في الساق ولو عايز تثبت القصة دي هات عشر نباتات ورشه كل واحد فيهم بتركيز معين اول واحد ما ترشهوش التاني رشه بتركيز عشرة التاني بعشرين بتلاتين باربيعين جزء في المليون ويشوف هتلاحز فيه فرق بين النباتات كلتها يا جماعة تمام اه الاسلين طبعا دهوت غاز بسيط تمام بيستخدموه في انضاج حاجة زي الموز مثلا يا جماعة تمام اه لما بكون الموز وصل لمرحلة اكتمال النمو وبحطوه فيه اماكن اللي هو اه الاشرة بتاعته بقى تسفر وينضج كامل فبيجيبوا الاسلين وبدخوا الغاز دهوت فيه الغرفة اللي متخزن فيها الموز ده ببساطة اللابسيسيك اسيد ده هو بيجبوه طبعا هو اللي بيقوم بعملية الكمون في البزور وفي النباتات اللي هي متسخطط الاوراق بمعنى برضو انه هو المسؤول عن عملية تساقط الاوراق في الفكهة المتسخطط الاوراق وعملية البلنس او التوازن ما بين الهرمونات المنشطة والمسبطة لو واحد فيهم زادة هو اللي بتكون ليه السيادة في الضور بتاعه في النبات لو هرمون مثل الوكسين او السيتوكينين او الجبريلك على في النبات فبتلاقي النمو الخضر يشغل وتمام التمام لو حصل ظروف مثلا معاكسة او كده فبيقوم الابسيسيك اسيد هو اللي بيحل محل الهرمونات دي وبزيد المستوى بتاعه في النبات فبالتالي بيحافظ على النبات لو تعرض لسترس زي درجة الحرارة العالية او العطش او اي ظروف معاكسة للنبات بتبص تلاقيه طلع وهو اللي بيحافظ على حياة النبات ده الابسيسيك اسيد وفيه طبعا كزا حاجة تحت مجموعة الابسيسيك اسيد ولكن في الاخر بتسمى كلها بالابسيسيك اسيد تمام ده باختصار شديد جدا 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 طيب السؤال اللي بيطرح نفسه بقى جماعة سواء لي الراجل اللي هو المزارع او المهندس وسواء لي المستهلك توضيح بسيط خالص هو بالنسبة للمزارع انت ليه بترش الهرمون اذا كان فيه حاجة تستدعي انك ترش الهرمون اهلا وسهلا ولكن اذا كان النبات عندك كده التزهير بتاعه اي ما هو تكم زهرة اتنين اربعة ستة تمانية تسعة زهرات كلاستر فيه تسعة اه فلاور اهو فلاور زهوت فعايز ايه منه تاني تعال نطلع تاني اهو موجود طب السرق السرق تمام التمام ومحترم جدا انت بالورقة هي تمام التمام طيب سؤالي ليك او او يعني انا طب السؤال النهار ده انت ليه بتحط ده ليه ليه بتحط هرمون طالما النبات عندك ماشي بكمية بوضع طبيعي جدا اه والورات بتاعه والمعدل بتاعه ماشي كويس جدا طب انت ليه بتحط هرمون يا سيد الفاضل الهرمون ما بيتحطش الا في حالات معينة ما بيتحطش الا في حالات معينة مش حياتك كلتها بقى تحط اكسينات وسيتوكينينات واجبريلك والكلام ده كلتهم طالما النبات ماشي بالظروف بتاعته الطبيعية وما تعرضش الموجة برودة عالية ووقف على اثار الموجة العالية من البرودة دي توقف او درجة حرارة عالية او تعرض لظروف ملوحة عالية وتقزم النبات ووقف معاك ما يتطلبش ابدا انك تضيف الحاجة ده هي طالما معدل الجدر كويس ومعدل الورق كويس ومعدل استقام كويس والطول النبات كويس والدنيا ماشي معاك كويس التزهير كويس انت ليه سؤالي ليك ليه يعني انت هي خسارة يعني ولا ايه بالظبط ده مش مبرر لانك على الفاضي وعالمليان عمال بتحط لنا في هرمونات تمام فالهرمون زي ما قلنا ليه حالات معينة بتحط فيها اذا كان النبات ماشي طبيعيا زي النباتات اللي قدام حضرتك دي فانت ليه عايز تحط الهرمون للنبات ماشي عندك النبات كويس ما تحطش هرمون للنبات خالص يعني وإلا انت بتخسر فلوسك اه وبتخسر اه يعني المبادئ حتى بتاعتك تمام الهرمون في مجمله بالنسبة ليه المستهلك يا جماعة اه مش كله في مجمل الهرمون مش كله وحش لأ لأ اه بالنسبة ليه الرجل المزارع انت لو عندك مشكلة في النبات يبقى الطايم الوقت اللي انت هتحطه فيه والدوز اللي هي الجرعة اللي انت هتحط فيها اللي هتحط بيها كمية الهرمون ديت ما تقولش بقى النبات عندي تعبان وانا هبدأ احط ايه جبريلك اس طبعا تحط جبريلك ايه ثلاثة يا جدع انت خمس تقراص واحطوهم في البرميل ويلا الرش يلا الرش الصبح انت هتلاقي النبات عندك ابتدى يصفر على اليوم التاني ابتدى يصفر والدنيا بقت معك مش كويسة جدا طيب لو النبات متقزمة عندك وعايز ترش الحاجات ديت فلازم يا جماعة عشان ترش حتى منشط او هرمون بكمية فلازم الكمية اولا نص حط رش بنص الكمية لو نبات اللي عندي اللي قدامي ده هو تتعرض لظروف مثلا مش حلوة فببدأ رش بنص الكمية بس اهم شيء قبل ما رش يكون مستوى العناصر في النبات لأعلى مستوياتها بمعنى برضو ان النبات اصلا يكون متوفر فيه مستوى معين من العناصر الغذائية ماينفعش نبات جعان مافيهوش عناصر غذائية او واحد ماعندوش ضمير من جماعة بتوع المتسولين بتوع الجماعة اللي هم المتسولين او تحت السلم بتوع مركبات اياه ديا يجي يقولك المركب ده يزودلك في النبات 20% ده كلام لا اساس له من الصحة وزي ما قلتلك قبل كده ان تجيب لي هرمون تجيب لي مليون حمضة امين تجيب لي الدنيا بحالها اذا النبات ماخدش الوحدات بتاعته او المستويات المعينة اللي قلنا عليها قبل كده من ال 16 عنصر اللي بحتاجهم النبات لا يمكن النبات هيبقى معك طبيعي خالص ممكن يديلك عرش وتمام التمام مافيش اي مشكلة نتيجة الحاجات دهيا ولكن النبات اساسا نبات يعتبر غير صح بالمرة نبات مرفه جدا نبات مايقومش اي مفوش صفة المقاومة اي حاجة ان كانت درجات حرارة عالية او درجات برودة عالية او اي مشكلة حصله نتيجة ريا او تسميت خطأ مايتحملش النبات اي سترس او اي مشكلة واقع عليه فبالتالي بالله عليك لما تحب ترش اي مركب من دول اولا نرشه بالكمية المزبوطة رشه في بداية النمو طالما النمو طبيعي ما ترشش خالص خالص ما ترشش خالص طالما النمو طبيعي النمو عايز فيه طفرة او حاجة معينة كده ما فيش اي مشكلة انك ترش ولكن انا شفت مركبات كان بينطحم فيها جبريلك اسد وبنرشها على اليوم التاني اللي لاقي تغير في النبات وبعد كده النبات زي ما يكون حصل له ادمان بيحصل له بقى بعد ما الطفرة اللي حصلت له ديا وابتدى يجري يومين تلاتة تبص تلاقيه حصل له خمول وتعود عايز الجرعة تاني زي الرجل اللي بشمه مخدر عالت فالنبات اللي هو مش صحي وتعامل بالمعاملة دي صدقني عمره ما هيكمل معاك انا بقول وانا مسئول عن اللي بقوله النبات لو مش صحي معاك ومستوى العناصر الغذائية فيه محترم مش هيكمل معاك نتيجة الحاجات اللي انت بتحطها هديا ليه لابد يكون زي اللاعب بتاع الالمبيات بالزبط اذا ما كانش هو اساسا قوي فالمنشطات هتنشطه يومين تلاتة وهيرجع اسوأ من المكان تاني ولذلك قبل اللاعب ما بيدخل بيكشفوا على القوة بتاعته هل فعلا قوة بتاعته طبيعية والله الراجل ده هوت متناول من نشطات وشوفنا اظن مرضونا مش برضو كانوا طلعوهم مرة عشان كانوا متناول من نشطات انا مليش في الكرة بس ولاك بالنسبة للمستهلك بقى المدام مش الراجل كل ما ييجي جايب معاها اتنين كيلو موز او اتنين كيلو برتقان الحباية فيهم كبيرة تقولي بس ده الراجل ده جاي عايزي موتنا وجايب لينا حاجات متهرمنا والراجل برضو لو المدام عملت فيه خير يعني وكان اللف زايد عن اللازم والمستوى بتاعه رافع في اليوم ده فجابت برضو حاجتين معاها كده ولا حاجة تفحتين كبار ولا كده يا له وده الراجل هيعمل لنا مصيبة النهرة وعايزي موتنا لا الامور ما بتحسبش بكده والله يا جماعة خرص الكلام ده طبعا لا اساس له من الصحة لابد نفرق بين المعاملة واللي حصل له تريتمنت او معاملة بالهرمون وبين اللي هو الحاجات الاصول اصلا والهندسة الورصية اللي دخلت عندنا ليه لان فيه جماعة فيه عدد سكان رهيب وفيه كميات محدودة فاصبح النهاردة فدان الطماطم اللي انت بتشوفه زمان كان بيجيب عشرين طن النهاردة اصبح بيجيب اربعين طن كل ده بفضل ربنا اولا وبفضل الهندسة الورصية والهجن الجديد هو حط في النبات قوة هاجين فبالتالي قوة الهاجين دهيت بتنعكس على النمو بتاع النبات ونمو بتاع النبات الكويس بينعكس بالافضل على الاظهار بتاع النبات والحجم بتاع الثمار بتاعت النبات وبالتالي على التوتال يلد او الانتاجية الكلية في الاخر بتاعت النبات دهوت تمام فمش كل حاجة هتشوفها او هتشوفها حضرتك هتقول لي بس ده جماعة دول عزين الموتون والمهندسين الزراعيين بيعملوا مهندسين الزراعين غلابة جدا 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 وشدقوني يعني انا بتكلم عن نفسي والله بيكون أبعد ما يكون عن الحرام وبحاول بقدر الإمكان بنتبع الفترة بتاعة السماح بتاعة المبيدات أو الأسمدة أو خلاف ذلك فمش كل ما شفنا حاجة هنقول لا ده هرمونات ده هاجس اسم هرمونات في زمان كان الموز البلدي الموز صغير خلص في دلوقتي موز وليامز أمريكي نزل الحباية طولها يعني ما ببلغش كانت توزن حوالي 150 أو 200 جرام تمام كذلك التفاح كذلك الخوخ كذلك القرعيات زي البطيخ البطيخ النهاردة لو واحد عنده نماتو ده أو أي حاجة بيطعام البطيخ على أصل قوي أصل بري وبالتالي البطيخة ممكن توزن 20 كيلو ومش مبلغة ولا حاجة ده موجود وفي كل دول العالم مش عندنا إحنا بس فيجب إن احنا للمستهلك وصيتي لك إنك لازم تفرق بين فيه هندسة ورصية دخلت عشان الفجوة الغذائية ما تتساعش بين المنتج بتاع الخضروات والفكهة وعدد السكان الموجود في العالم فدخلت الهندسة الورصية ما ننساش برضو دور الموبيدات ودور الأسميدة يعني أنت بتدور على الهرمون تبوي الموبيدات والأسميدة تم أنت عندك الموبيدات للاستخدم النطرات بكميات كبيرة تم ما هي ممكن تؤدي للفشل وبتعمل مشاكل كتيرة جدا 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 لأنه عنصر النطرات ده باعتبر عنصر مدمر يا جماعة والله وخصوصا للأطفال تمام كاتلية زميلة أعتقد أن هي عدوة في عدوة هي التدريس في كلية الزراعة بتاع الجامعة المينيا كانت عاملة كانت عاملة دراسة بتاعتها عن تأثير النطرات على الجرجير وكانت الناس عاملة بتتحك عليها يعني مما كانت بتتحكوا قدامها ولكن بعض الزملاء كان بيتحكوا يعني بيستهزأ مثلا إزاي عاملة يعني التجربة بتاعتها صغيرة خالص وعملها في الكلام ده طبعا أنا كنت والله من أول الناس المعجبين بالاختيار بتاع الأساتزة وبتاعها هي لأن الجرجير تقريبا على المائدة بتاعت المصرين وخصوصا في الفتر كل يوم فبالتالي التسميت بتاعه كتير بالنطرات وبإنه بتاكل فرش فأصبح في مشكلة في الأكل بتاع الحاجات دهيا فكون إن احنا نوصل لنتيجة أو لبحث مثلا بيحدد الكميات المستويات المعينة من النطرات داخل حاجة بتستهلك فرش زي دي بالعكس دي حاجة كنت مبسوط لها جدا والله مش يعني عشان أنا بقى أكون بحث تمام لازم أعمل في البطاطس ولا في الطماطم ويطلع عيني لا في حاجات فعلا تستحق قدراتها تستوجب الاحترام ومنها الحاجات اللي احنا بنكلها فرش دي زي الكسبرة والبقدونس والبطيخ والكوسة والحاجات دي اللي هي يعني مجرد ما تتقطف في اليوم التاني أو التالت بتستهلك على طول لو في أي سؤالة أو أي استفسار عن الهرمونات النباتية أنا قلت والله باختصار خالص 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 يعني بحس أن احنا بنحاول بس يعني المعلومة بتاعتنا توصل بسيطة للناس وأن الناس كلها تكون يريد بتمنى أن الناس كلها تكون على قدر المسئولية سواء كان المستهلك أو كان الراجل اللي هو المزارع أو المهندس كل واحد لو اتقى ربنا فيه اتقى الله في العمل بتاعه أعتقد أن الدنيا معاه وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر